ها هذه الأوقاف بيعت هذا السحط هذا السحط هذا السحط نما تمانية هو الذي يقن الإباء للإباحية والرذيلة والفساد يا عم ماشي وامرك بقى ماشي مورك الدنيا ماشية الدنيا ماشية ويروج للشيء الساد الغريب الذي يتعارض مع الفترة وتعارض مع الأخلاق وتعارض مع الثقافة وتعارض مع القيم وتعارض مع تعاليم الله سبحانه وتعالى وبيروج لكل هذه الأشياء تحت ايه تحت التقدم الحضاري بأمرت ايه بأمرت ايه المناظر لمثل هذه الأشياء التقدم الحضاري هو معناه لأردنا أن نتقدم حضاريان فعلينا بالعلم والمعرفة والعمل والزراعة وبناء الاقتصاد وبناء الصناعات المحلية التي من خلالها نستطيع أن نبني المجتمع ويكون عندنا مجتمع قائم على أساس سليم وقويم من بعد يرتفع هذا المجتمع بالعلم والمعرفة والصناعة والاقتصاد إلى أن يصبح مجتمع عنده حضارة وعنده نهضة ليس بالأبحية والرذيلة والفساد الإخلاقي والظهار الشدة التي تعبر عن التقدم الحضاري هو مين؟ هو أيضا الذي يفرض فكره بالقوة لو لم يكون شن يعني إيه؟ ينت معي يضدي ينت معي ينت ضدي هذا خلط فبيعمل إيه؟ يمنع الحوار يمنع الحوار ويمنع الرأي الآخر ويمنع التعددية ها؟ بين فئات الشعب واللي يكلم كذا خارج المنظومة دي يدخله السجن أو يعتقله أو يعذبه أو يصادر أمواله أو يصادر أموالها ده العدو الحقيقي اللي بيفرض الفكر بتاعها بالقوة مش قادل إنه ضعيف الذي يريد أن يفرض فكرا بالقوة فهو إنسان ضعيف فهو نظام ضعيف فهي منظومة ضعيفة لأنه مش قادل مش متحمل مش متحمل الرأي الآخر الذي قد يكون فيه المصلحة والخير له والآخرين يبقى العدو من أحد الأعداء أو دي أحد صفات العدو الذي يحاربني حينما يريد أن يفرض وفيكتر جدا من الزعماء ومن المفارد وفكرهم بالقوة ومجرد ما ماتوا بعد كانوا في الحكم 15 سنة وال20 سنة راح الفكرة بتاعهم ده والناس يجعل فطرتهم السليمة وفطرتهم القويمة وأخلاقياتهم وقيامهم وعاداتهم وتقالدهم هو اللي عمره بيكون يتعامل معك بشفافية دايما بيخبي عندك الحقائق عمره أبدا أبدا لأنه في الأصل نحن نقول إيه له لا يتمنى لك الخير يعني في أصل العدوة أن هذا الشخص أو هذه المرأة أو هذا النظام لا يتمنى لك الخير فلن يتعامل معك بشفافية ولن يتعامل معك بمستقية أبدا أبدا ولن يوضح لك مرجعية واضحة ترجع إليها في الخصام بمعنى إيه؟ إحنا دلوقتي كلنا عايشين في مناخ مجتمعات دولية اسمها الإسلاموفوبيا الإسلام متهم إلى أن يثبت العكس أو المسلمين متهمين إلى أن يثبت العكس خلاص ده من الناس اللي هم عندهم مرض الفوبيا دي ده بنقول لهم معناها إيه إسلاموفوبيا؟ مش عايزين يعرفوها يقول لك احنا عايزين نحارب الإرهاب زي ما لسه حصل في نيزلندا من أسبوعين كتير من الناس أو من الزعماء أو المؤسسات رفضت أن تسمي هذا القاتل الذي دخل على إناس آمنين يتعبدون الله سبحانه وتعالى مسالمين وقتلهم ما سموش إرهابي ليه لأنه غير مسلم طيب لا عندها تعريف للإسلاموفوبيا ولا عندها تعريف للإرهاب ولا عندها تعريف للتطرف ولا عندها تعريف للصدامات إلى آخره والعنف إلى آخره فيتركوك ويجعلوك تمتهيم على وجهك في عالم ليس فيه أي مرجعيات فإن فعلت أي شيء فأنت متطرف فإن فعلت أي شيء فأنت إرهابي فإن فعلت أي شيء فأنت إرهاب وهكذا 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 ولي دالك تعامل معك بالشفافية ومصداقية ولا تعرف لهم مرجعي نمر 11 هو اللي دايما عايزك تكون تابع ليه دايما عايزك تكون مستهلك مش منتك وعمره ما يحب أنك تنتك فلذلك دايما يحربك ويقولك لا خليك أننا حجب عليك إيه أحسن دايما عايزك تبقى تابع ليه عمره ما يحب أن أنت تبقى قائد في يوم الأيام أبدا ويعرقل كل طريق وبكل وسيلة لكي لا تصبح قائد مجتمعي أو لا تصبح دولتك تقود المجتمعات اللي بيقنعك دايما أن مصلحتك أنت فقط من مصلحت أنا أنا اللي حديك المصلحة أنا اللي حوريك المصلحة مش أنت وكأن أنت إمعة ليس لك عقل ولا أعين ولا قلب ولا فؤاد ولا أي حاجة لكي تستطيع أن تقدر مصلحتك هجيك من هجي لا أهديكم من المارة ولا أهديكم من السيبرشاد دا كان فكر مين؟ فكر فرعون دا موسى والمصريين زمان أنتوا هدايتكم من هدايتي أجعل زي اللي هو المشركين قريج أجعل أهلات أهلان واحد إيه وإحنا يعني ما كنا نعمل كذا وكذا دا محمد بقى حاجة يبنان حدود لا لا أجعل مصلحتك من مصلحتي وهجك من هجيك ويريدك دائما تسمع ولا تتحدث تسمع وتصغي ولا تتحدث ولا يعطيك الفرصة للتحدث وإبداء أراك للآخرين ويكون أقوالك من أقواله الخالدة كل قول يقوله هذا هو قول خالد وكأنها قرآن أو إنجيل أو زابور أو توراة إلى آخرين هذا هو العدو الذي لا يريد أن يمكنك ويجعلك قادرا على بناء مجتمعك هو الذي إذا اشتد الوسيط الوطيس لو حصل مشكلة كبيرة جدا زي ما حصل أقولك حصل في شهران لما اشتد الوطيس عليه وقاد ثورة وحصل في ماركوس اللي هو كان في الفلبين بعوب بعوب بفلسات معدودة أو بدراهن معدودة خلاص مالوش أي فائدة عندنا حتى الشاه لم يجد له أرضا يعالج فيها ويطبب فيها ويدفن فيها بعد ما أن كان هو الحليف الأول لمثل هذه الأنظمة في العالم يبيعك وتركك وحيدا تقارع الخطوب ليس فقط وأثار أعدائك عليك خلاص خلاص والخمس قروش ونبص فيها ويجي الراجل يمدغها يعد عليها أو يجي يخبط عليها بشاكوش أو يحط فيها مصمار ويقولك لا القرش ليس نافع الخمس قروش ليس نافع هو زي بالزبط وليه أكثر من وجه عمره ما يواجهك بوجه واحد وكان عملة الفسدة التي لها أكثر من وجه متلون زي إيه زي الحرباية كل يوم لشأن كل يوم للون فدي علامة من علامات النفاق والرياء والمداهنة يبقى هو زي العملة الفسدة أو الضب أو اللي هو ما نسميه الحرباية اللي في الصحرة تبقى لنها صفر وعلى الشجرة تبقى لنها بني وبعدين جنب الأوراق تبقى لنها إيه أخضر وجنب الظهور تبقى لنها أعمل إلى آخره عملة فسدة يا أكثر من وجه كالحرباية أو الضب إنه هو يتلون لكل فعل وزي الجرثومة جرثومة التفايلية اللي بتعيش داخل جسدي وجسدك أو جسدك يا أختي وجسدي وتأكلها من الداخل وأنت وأنا لا أدري وأنت وأنا لا أدري وأنت وأنا لا أدري ملك جنب الأوراق 13 هذا العدو هو اللي بيزين لك عملك بس أنه عمل فيه سوء العمل هو قرين وحريف للشيطان معك دائما هو معين للشيطان عليك وجاذبا لك إلى الشيطان شاهدت أديه؟ هذا هو العدو أنا نتكلم عنه معايا؟ هو زي العمل الفسدة اللي هي دايما بتتلون زي الحرباية أو الضب وذلك الجرثومة اللي عايشها تفايلية بداخل الجسد فبينقص منعتك لكي تنمو هذه الجرثومة وإيه؟ وتمزق الجسد من المرض هو من يعرض الآثام على أنها فنوية السلام شوف ده فن أنتو مش فاهمين الفن معنى إيه؟ فن يخدش الحياء فن يخدش الزوق فن رأيس الله وقيم فن يروج للرذيرة فن ساقط فن هابط فن لا يتمشى مع الفطرة السليمة فيقول لك لا ده ده إبداع ده نوع جديد من أنواع الفنون أنتو مش فاهمين أنتو عايشين في مجتمعات متخلفة والأكاذيب على أنها إعلام هتلاقي الإعلامي ده في التليفزيون اللي بيعملوا التوك شوب بتاعه ده يا أخي دي منبارح ونهارده قال حاجة تالت ضد الألهم بارح ومن شهد قال حاجة تالتة ما بيبصش للفيديوهات اللي هو أو للفيديوهات اللي هي بتعملها كل يوم دي مش ممكن يا راح بيبص مش ممكن مش ممكن الكتب أصبح أسهل من شرب كوباية الميا وأصبح أسهل بكتير جدا من أخذ الشهيق والزفير شو ممكن بصر الفيديوهات بتاعتك بسمع نفسك أنت قلت الشهر اللي فاتت إيه بسمع نفسك أنت قلت إيه قبل كده قبلك يبقى هو يعرض الأثام على أنها فنون والأكاذيب آه أصده إعلامي محنك النهارده بلون وبكرة بلون وفيه كتير جدا منهم دلوقتي كتير دون ذكر الأسماء شاهم نحب الزع لحد كدبين ولا يدخل الجنة كاذبا كذوبا والمسلم المؤمن لا يكذب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني من أتنين والنفاق على أنها سياسة شفت بقى شفت هو وقف مع فلان هنا مع الأمير أو مع الشيخ أو مع السلطان أو مع الرئيس أو مع الملك أو مع الوزير بيدوله كده بق حامد وينافقه وهو في داخله بيسبه وده لك دي السياسة أنتو مش فاهمين أنتو مش فاهمين أنتو حمير أنتو مش متعلمين أنتو جهلة والنفاق على أنه سياسة المنافقون في الدرك الأسفل من النار في الدرك الأسفل من النار قد يكون هم كذلك حطب جهنم لهم المنافقين وهؤلاء الإعلاميين الكذبة لهم أسوأ من صحرة فرعون تعرفوا صحرة فرعون حيخش الجنة لأنهم لما رأوا الحقيقة أسلموا قولوا أمنا برب موسى أما هؤلاء صحرة الإعلام والمنافقين من السياسين إذا وصلوا إلى مثل هذه المرحلة من الكذب والنفاق الله أعلم لن تكون لهم الجنة ولن يكون لهم نصيبا في الجنة واللي برضا اللي بيقولك إيه والصدق على أنه بيشوف الحمار ده قال لهم الحقيقة طب ليه قال لهم الحقيقة ده كده ده حمار والصدق على أنه بلاها نعم تعليمنا عن صغرين كلمة قال لك إذا كان الكذب ينجي مرة فالصدق ينجي ألف مرة والصدق على أنه بلاها لذلك سمي المصطفى صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين وسمي أو بكرد لعنه الصديق الذي كان يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في أخبار السماء فكان يصدقه أيضا في أخبار الأرض والرجول على أنها غباء يا عم ما تسيبها يغتصبوها ما يغتصباش في ستين داهية يا عم ما بتدافع عنه ليه سيبهم مساء وشنطة منه يعني أنا شفت كده لقطة حلوة جميلة من شاب في حتة الزاوية الحمرة في القاهرة من يومين إن فيه شقة كان بتحرق فترة أطفال فوق فعرض نفسه للخطر والموت عشان يطلع على المواسير وينزل تهين دي رجولة رجولة لما تقف لامرأة مستضعفة ودفع عنها رجولة لما تقف لفتاة حد بيغتصبها ودفع عنها رجولة لما تقف لشاب صغير بيسرقوه أو بيضربوه أو كذا ودفع عنه إلى آخر أو امرأة بيسرقوا فلوسها دي رجولة مش غباء يا عم يسيبهم أنا ما أنا أنا ما أنا مناش دعوة ده العدو الرجولة عنها غباء والعفاف على أنها تخلف واحدة عايزة تعوف نفسها وشاب عايزة يعوف نفسه من الحرام تخلف ليه؟ يا عم الكلام ده كان أهام بوك وجدك وجدتك من زمان انسى بقى ايه اللي بالصفحة دلوقتي العملية صداح مداح يلا يا بيت يلا يا وقت ايه كلام الفرق ده؟ واحدة عايزة تعوف نفسها بالحلال انت ليه تكبرها؟ على أنها لا تعوف نفسها بالحلال انت ليه تكبرني؟ على أن أنا أعمل رزيلة وأعمل فحشة والعفاف على أنها تخلف والرابط الأسرية على أنها دواهر يا لسه بقى حنروح نزول خالتي وعمتي وصرة الرحم والأقارب والجيران ومش عارف إيه وتحت تجوز وحتخلف وحجبلك واحدة إلفك وحجبلك واحدة إلفك وحتعود ترابضاعي وحجبلك كذلك الأرنابة من النسوان بقى دواهرون ببعضهم إيه أنا مش عايزة بقى أرنابة أنا عايزة عائزة كده في البيت معززة ولو جبت عيّر في الآخر بس خلاص كل ده كلام فارغ كل ده كلام بيدل على أن احنا ضعاف 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 يعني بالإنجليزي أو باللغة العجمية ويك ضعاف وغير قادرين على تحمل مسئولية مهما كان عندنا من المال ومهما كان عندنا من العلم ومهما كان نفس شبابنا بل العدو بتاعنا ومن يعرض الأسام على أنها فنون والأكاذيب على أنها إعلام والنفاق على أنها سياسة والصدق على أنه بلاها والرجول على أنها غباء والعفاف على أنه تخلف والروابط الأسرية على أنها انتظار الرغاية احنا شفنا نفس القصة في باريس أعتقد لما كان فيه طفل بردك حيقع من الدول مش عارف الخامس أو السادس وقلت لها شاب أفريقي تسلق المواصية لغاية ما وصل للطفل ونزله وأكرمه هذا رئيس جمهورية فرنسا اللي هو ماكرون وده له الجنسية ومنحه الجنسية ليه؟ لأنه عنده رجولة لأنه عنده شعور بالمسئولية لعنده شعور بالإنسانية ومسئولة تجاه الإنسانية كل الخمساش النقطة دي هي نقاط لابد أن نراها لكي نحارب سياسة ما نسمي فلسفة مجتمع المسيخ الدجال هذه بعض الصفات الصفات العدو الذي يماهد يماهد لإيه؟ الطريق لمسيخه الدجال والذي وأنا أتحدى وأتحدى معكم يعني هذا المسيخ الدجال إن أتى بما كتب على وجهه من أنه كافر كافر بالله وكافر بالرسل والرسالات والأنبياء وإذا لن يستطيع أن يدجل على المؤمنين من أمثلكم كونوا مؤمنون تستطيع أن تقفوا أمام هذا الدجال الدجال المجتمعي والدجال في الفنون والدجال في الاقتصاد والدجال في العلوم إلى آخره إلى آخره إلى آخره أشكركم جميعا وقذلكم الله خيرا وأرتقي معكم في خلال خمس دقائق بعد خمس أو سبع دقائق لكي نقول نفس الكلام باللغة اللي جزيها شكراً لك ونراكم في 2 وقت أيضاً لكي نفس الوقت في المختلفة لكن في العلوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته